أبناء وابناتي طلاب وطالبات الصف الأول السنوي الأعزاء أهلا بكم ولقاء متجدد مع سر التفوق سر التفوق اليوم ودرس المجاز المرسل وما يتبقى من وقت سنكون بشرح مصر تتحدث عن نفسها للشعر الكبير حافظ إبراهيم ولكن سنشرح النص بطريقة متحررة كأنه نص غريب إيه عنه طبعا فاكرتنا الأولى دايما بتبقى بريد الطلاب بريد الطلاب بريد الطالبات فيه طبعا الأسئلة الحمد لله بتزداد كم الأسئلة بزيد يوم وعد يوم ولكن زي ما اتفقنا أن المفروض أن الأسئلة تبقى فيما تم شرحه لشان ما نشتتش بعضنا ما نشتتش الطلاب اللي قاعدين وماشيين معنا حلقة بحلقة ما بيسبقوش البرنامج في المنهج بنأجل الأسئلة اللي هي لدروس هنشرحها فيما بعد بنأجلها وبناخد الأسئلة على الدروس اللي تشرحت فيه ساعات بتبقى استفسارات كده سريعة محتاجة رد فأنا هقول كده حاجات سريعة لبعض الطلاب ابننا طبعا صالح أحمد بيقول يا مستر عايزين حلقة لإعراب كم وأنوعها وإعراب ما بعدها هرد عليك يا صالح وأقولك كم مش مقررة علينا إعرابها ولكن المقررة على المرحلة عموما الإعدادية صف الثاني الإعدادي بالأخص كان موجود درس كم الاستفهمية وكم الخبرية لو كانت كم استفهمية بقى تميزها منصوب إلا إذا سبقت بحرف الجر يجوز النصب ويجوز الجر ولو كانت كم خبرية تميزها مجرور بمن أو مجرور بالإضافة وطبعا الصف الأول السنوية مش معني بإيه بذلك ولكن قلنا لك المعلومة بتاعتك ابننا بقى طبعا سؤال تاني سؤال نانسي محمد بتسأل برضو سؤال لاحق مش سابق يعني بتقول قلو العلم يدركون حجم المسئولية طبعا ده لسه في جمع المذكر السلم وملحق به يا نانسي ولكن هنرد عليك أنت لما هتدخلي إنا قلو هتبقى اسمها منصوب يبقى هتبقى قلي وطبعا تابعين لما نشرح الدرس دوت لو حضرتي معانا مش هتحتاجي تسألي سؤال زي دوت بإذن الله بعد كده في عندي منار دي هنجاوب لها لسه السؤال على اللابتوب وليد عبد المجيد وليد عبد المجيد ابننا وليد طبعا احنا بنتعامل مع الأسئلة على أنها أسئلة طلاب وطالبات فلما هنقول ابننا ده شيء مقبول طبعا أنا لا أعلم إذا كان طالبا أو وليه أمر ولكن هنقول اسمه وليد عبد المجيد بيقول سأل أسئلة في البلاغة في المجاز المرسل لسه هنشرحه النهاردة فهنأجل سؤالك للمرة اللي جاية أسئلة الأدب اللي بتسأل فيها يا وليد أسئلة موجودة في الحلقة الثانية من حلقات سر التفوق للفصل الدراس التاني أسئلة أدب مباشرة وصريحة فيريد تدور عليها في الحلقة تبزل مجهود شوية إحنا عايزيني السؤال اللي أنت مش تعرفش الجاوبه وما تحتاجش أو لو فتحت كتاب مش هتلاقي إيه الإجابة بتاعته ابننا حمدي محمود حمدي محمود بيسأل بولي يا مستر هي كلمة حياة طبعا نلاحز يا مستر يا مستر يا مستر مفروض دي لغة عربية فأعتقد أن الكلمة المناسبة هي كلمة أستاذ حمدي بيسأل بول كلمة حياة هي كلمة هي اسم مكسور هرد عليك يا حمدي وأقولك الحلقة بتقول إيه لما جي نشرح اسم مكسور هو اسم معرب أخره ألف لازمة وحياة أخرها تأمر بوط ماشي أخره إيه ألف لازمة مفتوح ما قبلها أنت وكمان الاسم المكسور بيعرب إعراب تقديري أنت لو جيت حياة كده هتلاقيها تينفع أننا أقول حياة وحياة وحياة إذن هنا إعرابها إعراب ظاهر فبالتأكيد من حيث الشكل ومن حيث المضمون هي ليست اسم إيه مكسور وبعدين يا حمدي اسأل كل الأسئلة اللي تريحك وإحنا دورنا أن احنا نجاوب عليها مفيش حساسيات ما تتعاملش مع الحلقات بحساسيات مش أي حاجة هتتألف البرنامج تأخذها على نفسك إحنا بنكلم بواجه إيه عام وأنا عارف أن أنت بتسأل سؤال للاستزادة وللإيه والعلم ويشرفني أنت تسألني في أي وقت طيب بعد كده عندنا كمان وليد برضو بيسأل أسئلة في الأدب وقلنا عليها في سؤال بقى أو نشوف أسئلتنا كده اللي هنعرضها لكم إن شاء الله على اللابتوب بس عايز أقول حاجة سريعة هنا شروق محمد بتقول ممكن أعرف يجب حفظ النصوص لو سمحت فطبعا النصوص احنا اتفقنا أن النصوص هتيجي متحررة يبقى بالتالي مش هيجي فيها أي حفظ ولكن أنت بتفهم النص لو حفظتها هتحفظ بعض الحاجات في التعليق اللي هي زي السمات الشخصية لإسلوب الإيه أو السمات الشخصية للشاعر والسمات الفنية لإسلوب الإيه الشاعر غرض النص تعرف النص كان في العصر الإيه عشان تبقى فاهم الشاعر دوت كان جاي من أني عصر وأبياته ديت بتعبر عن العصر الإيه العباسي ولا العصر الحديث أو غير إيه زلك طيب نشوف بقى احنا أسئلتنا اللي احنا اخترناها سؤال ده والسؤال اللي طالب بإسمه مستعار ودي ملحوظة عايزة أقول هيريت ما تحطش أسماء مستعارة على اليوتيوب على سين أو على أي مواقع على أساس إحنا لما نيجي نشوف الحلقات بتاعتك ونشوف الحلقات بتاعتنا ونشوف تعليقات نقول اسمك في الحلقة ما نحترش لأنه ممكن يكون اسمك دوت بيعبر عن موقع معين فيبقى عنوان يبقى احنا كده بنقول إعلانات في الحلقة وده طبعا غير مسموح به السؤال اللي عجبني جدا بيقول يا هرّ فرقتنا ولم تعد وكنت منا بمنزلة الولد بمنزلة الولد السؤال ده عجبني ليه لأنه سؤال فيه فكر بغض النظر بقى هو ممكن يجي ولا ما يجيش هنشوف السؤال بيقوله يا هرّ فرقتنا ولم تعد وكنت منا بمنزلة الولد استنتج من خلال البيت ما طرأ على فن الرثاء في العصر العباسي عايزين نشوف السؤال ده كده على الشاشة عشان قاطر نجاوب على أبنائنا السؤال ده من الأدب في العصر العباسي هو قال لنا بيّن ما طرأ على فن الرثاء في العصر العباسي سؤال فيه تفكير فيه فكر احنا المفروض عندنا الأغراض المتطورة في العصر العباسي الرثاء المتحة الهجاء الغزل بس ما عندناش نوع التطور ولكن من الممكن ان هو يجيب لك بيت زي دوت والبيت دوت قال لك ان هو يعتبر رثاء خلاص فانت هتقرأه هتقدر تكتشف التطور اللي فيه ازاي يا هرّ الهر اللي هو القط فرقتنا ولم تعد وكنت منا بمنزلة الولد هنا الرثاء لحيوان أليف يبقى الإجابة بتاعتنا المفروض تبقى كلقاتي لما جيب له البيت كده يجبتنا نقول يمثل البيت تطور غرض الرثاء فأصبح يشمل رثاء الحيوانات الأليفة ده ما كانش معهود قبل كده في شعر الرثاء سواء في العصر الجاهلي أو العصر الإسلام أو العصر الأموي ان الشاعر يرسي الهر أو يرسي القط وبيعتبروا انه كان عزيزا وغاليا عندهم وكان بمنزلة الابن سؤال بقى من بنتنا منار عماد بتقول لا يحترم العدو والخصوم إلا الأقوياء يا منار بتقول ان السؤال دوت نوع الاستثناء إيه طبعا عشان نبقى فاهمين يا منار السؤال دوت لو لازم تعمل إيه عشان تعرف النوع الإسلوبية أولا لا يبقى هنا منافي بقى أول حاجة منفي طبعا عايزة عرف تم ولا ناقص هاجي كلمة الأقوياء اللي هي المستثناء الأقوياء جزء من الإيه من الخصوم يعني كأن بالضبط عايزة أقول إن العدو لا يحترم من خصومه إلا مين إلا الإيه الأقوياء إذن هنا الإسلوب تام لأن المستثناء منه موجود يبقى تام إيه منفي سؤال أخير لابننا محمد أحمد العسال ده سؤال جالي مش عن طريق التعليقات على الحلقات ده عن طريق إدارة إيه القناة توصل مع حد في القناة وبعت لنا السؤال دوت هو عايز يفهم معنى أبيات طبعا عايز أقول يا محمد البرنامج مش معني بحطة إن فيه بيت أنت جالك مش عايز تعرف معنى ولكن طالما أنت سألت لازم هنجاوبك على السؤال هو جاي بمجموعة من الأبيات الأبيات دي للشاعر الكبير المتنبي وهو يمدح سيف الدولة الحمداني هو فيه بيت بس اللي جي من الأبيات اللي هعرضه لأن بقيت الأبيات التانية كلها عبارة عن أفعال معتلة الآخر فمبنية على حصف حرف العلة أفعال أمر فالطالب مش هيبقى فاهمها شوية بيقول ما كان نومي إلا فوق معرفتي بأن رأيك لا يؤتى من الزلالي وبعدين فيه بيتين تاني أنا هقول له معنى الأبيات عشان خاطر هو اللي هيبقى فاهم السؤال الخاص به دي أبيات قالها المتنبي لسيف الدولة الحمداني أمير الدولة الحمدانية معتزرا له لتغافله عن متحه طالبا منه العطاء بالمال وقطعة من الأرض يعني تلاحظ أنه بقول له أقطع يعني أقطعني قطعة من الأرض وإعادته لمكانته القريبة منه كما يوضح له أنه معتز بعتابه له يعني مزعلان من عتابه ليه لأنه شايف أن العتاب ده في مصلحته ودليل على تقدير الأمير إيه له ده المعنى الإجمالي للأبيات يا محمد السؤال ده ممكن ما يخدمش فكرة منهجنا ممكن السؤال ده أكيد ما يجيش زيه في الامتحان لأن دي أبيات بتخش ضمن الترائف الأدبية ليها قصص وليها إيه حكايات عمر الطالب ما هتصل لفكرة طالب ولا الطالب هيكون إيه عارفة خلاص وصلنا بقى الموضوع حلقتنا المجاز المرسل وده أخطر درس في دروس البلاغة بص هو اسمه المجاز وده عايز تزوق لابد أن تكون طالبا لديك حس جمالي حتى تستطيع أن تتزوق المجاز المرسل والحمد لله احنا بنحاول ندربكو سنة سنة على التزوق الجمالي من خلال شرح موضوعات البلاغة نعرف كده المجاز المرسل أولا عشان خاطر نعرف ايه هو المجاز المرسل مفهومه المجاز المرسل هو استعمال كلمة في غير معنها الأصلي لإعلاقة غير المشابهة ومع وجود قارنة تمنع إرادة المعنى الأصلي لا اشرح لنا يا أستاذ اشرح لك بالمثال بص أنا لما أقول شاربته زجاجة طيب أنا استعملت كلمة الزجاجة في غير معنها الأصلي لأنه لن يستطيع إنسان أن يشرب الزجاجة لن عندما أقدم لك زجاجة مياه مش تاخد الزجاجة وتضعها في ايه فمك وتبتلعها أقول أنت هتشرب ايه؟ أنت ستشرب المشروب الموجود في الزجاجة سواء كان ماء أو غير ايه ذلك من المشروبات صحي كده؟ يبقى أنا استعملت كلمة الزجاجة في غير معنها الأصلي لعلاقة غير المشابهة يعني ما تجيش تقولي إن أنا شبهت الزجاجة بالمشروب ليه؟ لأن في قارينة تمنع إرادة المعنى الأصلي المشروب يشرب أما الزجاجة كمعد أو يعني كجماد لا يمكن أن تشربها هي في حالة ايه؟ صلبة وليست حالة سائلة حتى لو كانت في حالة سائلة هي تعتبر أشياء ضر بالجسم ما تقدرش أن أنت تتناولها إذن هنا شربت الزجاجة ده مجاز مرسل عن المشروب وهنعرف علاقته من خلال اللوحة اللي جاية اللي هي علاقات المجاز المرسل يعني إيه علاقاته؟ يعني أنا يا أستاذ مطلوب مني إيه؟ هقول لك مطلوب منك نمر واحد أنت تشوف الجملة تختار منها أو بيت الشعر تشوف الكلمة اللي هي مستعملة في غير معناها الأصلي وتقوم مطلعها وبعدين تقول علاقتها وبعدين تقول سري جمالها طب عرفني بقى إحنا عرفنا الخطوة الأولى يا أستاذ هختار كلمة غير مستخدمة في معناها الأصلي تمام تاني حاجة هختار العلاقة إيه هي العلاقات؟ أول علاقة عندنا علاقة الجزئية وبنذكر فيها الجزء ونريد الكل زي إيه؟ ألقى الإمام كالبة لن يصعد الإمام إلى المنبر ويقول باسم ولن يكمل كلامه أكيد طبعا هيقول كلامه كله بسم الله الرحمن الرحيم ويحمد الله ويسني عليه ويصلي ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يبدأ في موضوع إيه؟ الخطبة أو موضوعك إذن كلمة هنا دي مجاز مرسل عن إيه؟ عن الخطبة تمام إيبقى أنا عرفت إن كلمة مجاز مرسل عن الخطبة الكلام كله بعدين أشوف العلاقة بين الكلمة والخطبة الكلمة جزء من الخطبة إذن العلاقة الجزئية تمام أنا سمع واحد بيقول لي يا أستاذ يبقى العكس لو أنا جبت الخطبة وأقصد كلمة تبقى الكلية هقولك تمام يبقى الكلية هنا إن أنا أذكر كل ونريد الجزء بس طبعا مش الخطبة والكلمة أكيد فيه مثال تاني المثال بيقول يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم آه هو عندما تتحدث الأفواه الفم يعني عندما تتحدث تتحدث بفمك كله أم تتحدث بجزء من فمك ألا وهو اللسان يبقى المراد هنا الألسنة وطبعا الأفواه هنا هي الكل والألسنة جزء من الفم إذن هنا علاقته الكلية يبقى جزئية كلية خلاص بعد كده في عندي إيه في عندي علاقة المحلية وده هيفسر المثال بتاع الزجاجة نذكر المحل ونريد من يحل به يعني نذكر المكان ونريد من بداخله قامت المدرسة برحلة لن تتحرك المدرسة بأبوابها ونوافذها وفصولها وتذهب إلى الرحلة من الذي سيذهب إلى الرحلة الذي سيذهب هم الطلاب والمدرسة هي المكان الذي يحوي ويشمل الطلاب يبقى إذن هنا المدرسة هتبقى مجاز مرسل عن الطلاب علاقته إيه شباب هتبقى علاقته المحلية عرفت منين يا أستاذ أن علاقته المحلية هقولك ما احنا جبنا المحل محل الإقامة أو المكان وطبعا هيبقى المقصود بمين هيبقى مقصود من بداخله لهم الطلاب تمام كده طيب لو جالي بقى يا أستاذ مثال تاني عايز علاقة تانية هعكسي بقى علاقة الحلية علاقة الايه؟ الحلية عندما أذكر الحال ونريد المحل أوقع مثال طبعا ورد بالقرآن الكريم ولكن هنخليلي التدريبات هنا نزلت بالقوم فأكرموني عندما تنزل تنزل في القوم في الأشخاص ولا في بيتهم في ديارهم أكيد تقصد ايه؟ الديار يبقى نزلت أصلها بديار القوم إذن هنا القوم ما علاقتهم بالبيت أو الدار القوم هم من يسكنون الدار يعني اعتبارها كده إن هي كأنها فزورة لما جيب المكان الخارجي وأقصد الداخلي يبقى دي محلية لما جيب الداء المكان الحاجة أو الحالة اللي جوه وأقصد المكان الخارجي تبقى حلية بعد كده عندي علاقة السببية والسببية دي لما أذكر السبب وأريد النتيجة زي ما أقول سقس سحابه الأرض هو السحاب هو اللي بيسئي الأرض لا يا أستاذ أنت مش فاهم ما هو السحاب هو اللي بيجيب اللي بيسبب المطر يعني المقصود هنا ايه المطر طب ما علاقة السحاب بالمطر سبب يبقى علاقته السببية المسببية عكسها لما أذكر النتيجة وأنا أقصد السبب زي وينزل لكم من السماء رزقا طبعا السماء لا تمطر نباتات يعني مش ينزل كده هنا من السماء جميع المحاصيل الزراعية طب ما المقصود ايه بالآية دي بلاغت بقى القرآن أن الرزق اللي نزل من السماء هو المقصود برزقا هنا المطر خد بالك الاتنين المقصود المطر بس في اللوحة اللي على اليمين المطر هنا كان نتيجة وذكر السبب اللي هو السحاب فسببية أما هنا المطر هو سبب وذكر في الآية النتيجة يبقى علاقته المسببية علاقته ايه المسببية طيب فيه علاقتين دا مهم خفيف او اللي جاين دولت علاقت باعتبار ما كان وفيه باعتبار ما سيكون طب باعتبار ما كان زي ايه انا بذكر ما كان ونريد ما سيكون عندما يقول شخص اكلته قمحا فهو لا يستطيع ان يأخذ حبوب القمح ويضعها في فمه ويمدغها ولكن هو يقصد ما تم تصنيعه من القمحة يعني احنا القمح بنعمله ايه خبز بنعمله كذا منتج ولكن خلينا هنا في الايه خلينا في الخبز يبقى المراد الخبز يبقى القمح ما جاز مرسل عن الخبز طب انا ذكرت ايه ذكرت القمح اللي هي الصورة القديمة للخبز يبقى باعتبار ما ايه مكان اكيد انا لو عكست اكيد وقلت زرعت خبزا انت لن تأتي بايه برغيف عيش وتضعه وتزرعه فيطرحه شجرة للخبز اكيد لا وما لزرعت خبز يبقى انا ذكرت الصورة المستقبلية لما ازرعه وهو الايه القمح يبقى مجاز مرسل عن القمح علاقته باعتبار ما ايه ما سيكون دي العلاقات او دي العلاقات الرسمية للايه للمجاز المرسل يعني ايه العلاقات الرسمية دول المقررين علينا ولكن فيه يعني علاقتين اخرين قد ترهما ويمكن وردت احداهما في الفصل الدراسي الاول في النص بتاع شباب تسامى للعلى وكهول لما قال وايام ايه وايامنا معلومة ايامنا يعني يقصد ايه حروبنا اذا كلمة الايام بمعنى المعارك وهنا العلاقة بتبقى الظرفية الزمنية واحساء احيانا يسكر اللسان وهو مجاز مرسل عن الكلام وتكون علاقته الالية دول العلاقتين اللي ممكن تشوفهم في النصوص اللي بتدرسها اللي هي النصوص اللي بتدرسها اللي هي هذا العام او في الاعوام الايه القادمة عشان تبقى انت تفاهمهم طب اي مجاز احنا كده اخدنا جزئين يا وسائز هطلع الكلمة المستخدمة هقول مجاز مرسل عن كذا واربط العلاقة اللي بينهم واقول علاقته كذا وبعدين اقولي اكتفي لا تقول سر جماله اللي هيظهر لك دلوقتي سر جمال المجاز المرسل وهو الايجاز والدقة في اختيار العلاقة يبقى تاني سر جمال المجاز الايجاز والدقة في اختيار العلاقة يبقى فيه سر جمال ثابت للمجاز زي ما فيه سر جمال ثابت للكناية اللي هو الاتيام بالمعنى مصحوبا بالدليل عليه في ايجاز وتكسيم ولكن الاستعارة والتشبيه سر جمالهم محتاج مهارة طيب نشوف كده لأبناءنا يشوفوا سر الجمال عشان خاطر يحفظوا الإجاز والدقة في اختيار العلاقة ده يكتب مع أي حاجة طيب احنا فهمنا بقى أستاذ عايزين ايه نتدرب ماشي نشوف عايز المجاز المرسل رأس السؤال له تاني بين المجاز المرسل وعلاقاته وسر جماله فيما يلي يدعو الإسلام لتحرير الرقاب هتبص كده المضمونها ايه ان الإسلام بيدعونا لتحرير العبيد تمام طب هو ما قالش العبيد قال الرقاب والرقاب جمع رقبة والرقبة هي جزء من جسد الإنسان يبقى كلمة الرقاب هنا مستخدمة في غير معناها ايه المعنى العبيد يا أستاذ طيب ايه علاقة الرقاب بالعبيد الرقبة جزء من العبد اذا هنا علاقته الجزئية سر جمالها الاجاز والدقة في اختيار العلاقة خد بالك كده يعني اجابة بسيطة بس انت شغل مخك طيب واني كلما دعوتهم لتغفر لهم او لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم يبقى هنا كلما دعوهم عشان خطر يستجيب ويؤمنوا فتغفر لهم يضع اصابعهم في اذانهم الله جرب كده تحط صوابعك في ودنك في حد يقدر يحط صوابعه كلها في اذنه اكيد لا اه استاذ اقدر اضع اصبع واحد برضو لا يبقى الايه يبقى الاصابع هنا مجهز مرسل عن اطراف الاصابع حلو اوه يبقى انا جبت الاصابع كلها واقصد جزء منها يبقى انا جاي بالكل اخد بالك انا جاي بالكل تزود له اللي هي المشددة والتق المربوطة تبقى الكلية وتقول سر ايه جمال اللي احنا عملين نقوله الايجاز والدكة في اختيار العلاقة قال تعالى اني اراني اعصر خمرا وهيعصر خمر اكيد بيعصر النبات اللي هيتصنع منه الخمر يبقى هنا كلمة خمرا مجهز مرسل عن العنب اه يبقى انا جبت الصورة المستقبلية الصورة الايه المستقبلية اذا هنا دي تعتبر ايه يا شباب تعتبر علاقته باعتبار ما ايه ما سيكون احنا بناخد المثال على المستوى البلاغي وليس المستوى المضمون لان طبعا الخمر محرم تحريما قطعيا في كل ايه الشرائع السماوية قال تعالى ففي رحمة الله هم فيها خالدون نسأل الله عز وجل ان يجعلنا جميعا في رحمته رحمة الله اه اين هي رحمة الله سبحانه وتعالى وتبقى خالد فيها اكيد في نعيم يوم القيامة اذا هنا في نعيم الاخرة الرحمة موجودة في الجنة اذا انا لم اسكر الجنة بل ذكرت حالة بداخل الجنة يبقى انا جبتلك ما داخل المكان ونقصد المكان زي مسألة الميا والمقصود الكوب مثلا يعني طيب يبقى اذا هنا نشوف ايجابتها هتبقى رحمة مجاز مرسل عن الجنة اربط ما بين الشيء الداخلي والشيء الخارجي يبقى علاقته الحالية علاقته الحالية قال تعالى وارقعوا مع الراقعين اه ارقعوا هنا يا شباب ايه الصلاة ركوع فقط الصلاة يعني صلوا الصلاة هنا ركوع وسجود وقيام او قيام وركوع وسجود اذا هنا يبقى ارقعوا جزء الركوع جزء من الصلاة يبقى علاقته ايه الجزئية قال تعالى واسأل القرية التي كنا فيها واسأل القرية التي كنا فيها طبعا لعلكم تتساءلون يعني اه الايات طيب نشوف الاول فاطمة من اسوان عشان ما نقدرش يتأخر اوه ابدا عن ايه بنات او اولاد اسوان زك يا فاطمة الحمد لله واسأل القرية عامل ايه عامل ايه اخبارك الحمد لله تستفيدي من سر التفوق اه من اول حلقة بسامد الله من اول حلقة اشرفنا طبعا يا فاطمة طيب اموري يا فاطمة نستعر حضرتك انا في المجاز المرسل وكده اذا كانت اكثر من مرة وبرضه يعني من الاول دربت عليه دربت على البلاغ وكله ومش عارفة حل بالنسبة بالنسبة لإيه للمجاز المرسل للمجاز المرسل المجاز المرسل ما كانش موجود في الفصل الدراسي الاول يا فاطمة مبدئيا اول مرة نتعرض للمجاز المرسل طوال هذا العام بشكل رسمي هذه الحلقة مش عايزك تكوني رأي ان لما تتفرجي عليها الحلقة دي كلها وتشوف يوعدك طبعا ان احنا كده كده قبل الامتحان الالكتروني اللي جاي هنعمل ان شاء الله حلقة مراجعة وهنجيب فيها اسئلة وتوالي الحلقات والنهار ده هعمل تدريبات كتيرة قوي ممكن تخليك ان شاء الله تستوعب المجاز المرسل ما تقلقيش خالص بصي معايا يا فاطمة هزبتلك ان انت بتفهمي كويس بص يا فاطمة شايفك كده معايا الشاشة نجيب لها الشاشة واسأل قال تعالى واسأل القرية التي كنا فيها شايف يا فاطمة اه طيب انا لما اجا اقولك اسأل القرية وانت هتسأل القرية يا فاطمة ما هيوLA يبقى القرية ما جاز مرسل عن ايه هوذك كل جزئين انت قلتي انت قلتي يا فاطمة قلتي انا هسأل الناس يبقى القرية ما جاز مرسل عن ايه عن الناس اللي هم اهل القرية صح طيب اه اعلقت القرية بالناس اوhta تقولي لي جزء وكل هقولك ليه لان القرية قد تكون خاوية ما فيهاش اي حد اسمها قرية برضو ما اتقصريتش ولكن الناس يعيشونا بداخله صح ولا لا يبقى دي علاقته ايه لما بجيب مكان محل وانا اقصد من يعيش بداخله يبقى علاقته الايه المحلية انا اللي جاوبت او انت يا فاطم انا طب ما انت بتجاوب بمجاز المرسل اهو بس هي العملية ان اول مرة الدرس يتشرح بشكل رسم تابعينا الاخر الحلقة يا فاطمه شرفني اتصالاتك ويساعدني اني تكوني من طلاب سر التفوق طيب مش عايز ابنائي يستعجل وعايز اقول لكم على حاجة المجاز المرسل انا قلت من اول هو اصعب الد او قلت اخطر الدروس بس مش معناها انه ما نقدرش نسيطر عليه نسيطر عليه بس بمرور الوقت يا شباب ندي لنفسنا وقتنا ندي لنفسنا فرصتنا خد بقى لك الابيات اللي فيها مجاز المرسل ابيات قليلة جدا حتى تلاحظ ان معظم التدريبات اللي بتيجي موجودة في الكتب كلها جمل جمل مكتزئة من سياقها ولكن هتلاقي المجاز المرسل يعني بغزرة جدا في قيات القرآن الكريم عشان كده انا بستشد بقيات كتير عشان خاطر تغدم الدرس بتاع النهاردة وابنائنا يف اتخليك فيهم لايه المجاز المرسل يبقى مثالنا اللي بنتنا فاطمة قالتو القرية مجاز مرسل عن اهلها علاقته المحلية قال تعالى وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه يعني الرسول لما ربّان صلحاته على بيرسل الرسول بيبعته بلسان قومه الله لسان قومه يعني ايه لسان قومه اكيد يعني اللغة ما انا هبعت حد يكلم ناس بلغة غير مفهومة يبقى لسان هنا ايه مجاز مرسل عن اللغة وطبعا اللسان علاقة اللغة هو الآلة بتاعت الكلام يبقى علاقته الآلية دي الحاجة اللي انا قلتلكو عليها ممكن تشوفوها ولكنها مش موجودة في العلاقات اللي احنا شرحناها طيب نزلت مقدمة المصيف حميدة ويد الشتاء جديدة لا تنكره خلاص من اما تشوف كلمة يد تعرف ان يد دي مجاز مرسل يد الشتاء خد بالك يد الشتاء دي فيها استعارة وفيها مجاز مرسل يد الشتاء استعارة بانسان له يد لكن يد الوحدها يقصد بيها اثر الشتاء خير الشتاء يبقى مجاز مرسل عن الخير والعطاء والايد هي السبب العطاء لانها اللي بتقدمه يبقى علاقته السببية نست طينه ساعة انه طين ده نص يتحدث عن غرور الانسان مين الطين اللي هينسى حقيقته وينسى انه كان طين آه يبقى الإنسان اذا نضطين مجاز مرسل عن الإنسان يبقى دي الصورة القديمة الصورة القديمة للإنسان يبقى الطين هنا مجاز مرسل عن الإنسان علاقته باعتبار مكان نشوف بقى معنا عبد الرحمن من المنفية السلام عليكم عبد الرحمن وعليكم السلام عبد الرحمن انت خلاص بقيت صديقة البرنامج بتتصل بينا كل حلقة صح؟ آه طيب يعني بتفهم كويس من حلقات سر التفوق؟ أيه الحمد لله طيب عندك حاجة النهاردة ولا تشارك معي بقى زي الحلقة اللي فات ماشي أممكن اللي اتنين طيب ماشي بس سؤالك يكون في حاجة ماضية مش حاجة لاحقة سابقة مش لاحقة تفضل في المجاز ماشي قول هيقول إن أمير المؤمنين نصر كنانته إن أمير المؤمنين ايه نصر كنانته تمام تمام بص يا حبيبي أنا بشرح المجاز المرسل ممكن المثال ده كان يعد علينا بس أقوله لك هنا الكنانة هي جعبة السهام الكنانة يعني ايه جعبة السهام حلو قوي طيب أنا هنا لما اتكلم على جعبة السهام يبقى أقصد ايه المحل اللي فيه السهام اللي جواها صح يبقى علاقته ايه محلية على فكرة طلاب سر التفوق طلاب شطار بس هم يعني بيحبوا يستزيدوا ويتأكدوا إن إجاباتهم صحيحة طيب خليك معايا با عبد الرحمن بص لشاشتنا شايفها ولا مش شايفها وقاتوا ليتم أموالهم فيني الكلمة هنا اللي فيها مجاز مرسل اللي هي اليتامة اليتامة هكتبها كده يبقى إجابة صحيحة تمام مجاز مرسل عن ايه عبد الرحمن ايه بقى هنا اليتامة علاقة طب أنا أشرحها لك وانت هتقول بص يا حبيب هو اليتيم هو من فقد أباهو اليتيم في اللغة من فقد أباهو فقد أمه فاسمه اللطيم ولكن هنأعتبرها مجازا فقد أحد ايه أقاربه الذي يارسوهم صح هما سموه يتيم لأنه فقد من يعوله دلوقتي هو ورس أموال ينفع هو صغير في السنة دهلو لا هديه لما يبلغ سن الايه الرشد يبقى دي مجاز مرسل عن الايه راقد مكان الراشدين خليك معايا عن الايه الراشدين لما يبلغ سن الرشد ويصل إلى القوة أو النطج العقلي والجسدي صح كده أصبح يتيم ولا هو أصبح بيعتمد على نفسه يعود نفسه يعود على نفسه يبقى هنا باعتبار ايه بقى يا حبيبي مكان باعتبار مكان برافو عليك يا عبد الرحمن عشان تمشي معه باعتبار مكان وشكرا على اتصالك ويسعدني اتصالك كل حلقة ان شاء الله طيب نكمل بقى هنا حلقة جميلة على فكرة مع تفاعل الطلاب والطلاب بتجاوب وبتشارك معانا دليل على ان هم طلاب اسكياء سألتوا الفصلة عن المعلم خلاص هو انت هتسأل الفصل يبقى الفصل هنا مجاز مرسل عن ايه عن الطلاب علاقته المحلية اعتقد علاقته المحلية خدت حقها زيادة قوي ولدت في البيت عروسة حد كده زوجته حامل فيقبلوه مدام عم بتقول له ربنا رزقنا بعروسة طب هي الطفلة مولودة بفستان الزفاف لابسة ساوب الفرح اكيد لا يبقى عروسة ديت دي الصورة المستقبلية طيب هي مجاز مرسل عن الطفلة يبقى باعتبار ايه ازاي بس برافع ليك زي انت بتقول باعتبار ما ايه ما سيكون كان بعثنا الجيش جرارا وارسلنا العيون اه يقولك ايه هذا الرجل عين من عيون الاعداء يعني جاسوس خلاص ارسلنا العيون يعني جاسوس يبقى العيون مجاز مرسل عن الجواسيس طب هل انا الشخص اللي هو بتاع الاستطلاع او الجاسوس هنا خد بالك من يكون بالتجسس للوطن او الاستطلاع لصالح الوطن هذه ليست صفة زميمة بالعكس دي دي نوع من الوطنية لكن احنا عموما بنتكلم ان العيون يعني الجواسيس هل بنرسل عيونهم فقط ولا الشخص كله يبقى اذا العيون مجاز مرسل عن الجواسيس علاقته الجزئية لان العين جزء منه اهل اللي كنا بنقوله وايامنا مشهورة كلمة ايام يعني معارك يبقى مجاز مرسل علاقته علاقته الظرفية الزمانية زمانية ان كان يجمعنا حب لغرته ده بمناسبة محمد احمد العسل وسؤال عن المتنبي ده بالصدفة انا جايه بالبيت ده للمتنبي وينضح سيف الدولة الحمداني خدوا بالكم المتنبي عمل ابياته سامى السيفيات في حب ومدح سيف الدولة الحمداني ان كان يجمعنا حب لغرته الغرة هي طبعا عارفنا ليه الجبهة او الجبين تم انت لما تحب الامير هتحب يعني هتخلص ليه هتخلص لوجهه فقط إذن هنا غراته وهنا المقصود بيها الأمير والغر جزء من الأمير يبقى علاقته الجزئية هل تذكرون غريبا عاده شجن؟ ده ابن زيدون من ذكركم وجف أكفانه الواسن خد بالك كلمة الأكفان في الغالب في معظم أبيات الشعر بتعبر عن العين يعني عايز يقول إن النوم خاص بأكفانه هو المقصود إن النوم خاص بعيونه يبقى أكفان هنا مجاز مرسل عن العين علاقته الجزئية وبرضه خد بالك علاقة الجزئية قتلت بحسا يعني جات كتير يحرك وجدي في الأراقة طائر الأراقة هي شجر الأراق يعني عايز يقول إن أشوائي بيحركها الطائر اللي واقف على شجرة الأراق تب الله عليك والطائر اسمه واقف على الشجرة ولا على جزء من الشجرة واقف على الغصن يبقى الأراقة مجاز مرسل عن الغصن علاقته الكلية لإني جبت الشجرة كلها وهنا الكل حطله اليأو المشددة والتائر المربوطة يبقى أقل كلية قال تعالى يد الله فوق أيديهم إحنا قلنا اليد دايما مجاز مرسل عن الخير علاقته السببية ولكن هنا يد الله عن القدرة يبقى إذن هنا مجاز مرسل عن القدرة وعلاقته أيضا السببية قال تعالى إن الأبرار لا في نعيم آه الأبرار في نعيم نعيم فين في الجنة يبقى نعيم مجاز مرسل عن الجنة وهيبقى علاقته الحالية يدفع الرجل عن نفسه ومنزله يعني أنت بتدفع عن نفسك وتدفع عن المنزل نفسه والناس اللي عايشين في المنزل أهلك هتبعهم أكيد لأ طبعا وما المقصود بالمنزل من يعيش بداخل المنزل يبقى منزله يعني أهله وعلاقته المحلية شاربت ماء زمزم هتقدر تخلص ماء زمزم أكيد طبعا لأ الكل يشرب منها وما زال نبعها يفيد إذن ماء زمزم هنا ده المقصود دي الميا أنا ما شربتهاش كلها أنا شربت جزء منها يبقى بعض الماء وعلاقته الكلية زي بالضبط ما أقول سكن ابن خلدون أو سكن ابن خلدون مصر هو هنا ابن خلدون سكن في مصر مصر مترامية الأطراف ولكن في مكان منها يبقى مصر جزء أو مجاز مرسل عن مكان منها علاقته أيضا الكلية أشعلت النار لطهي الطعام أنت لا تشعل النار أنت تشعل الحطب فهنا النار مجاز مرسل عن الحطب وطبعا هنا باعتبار ما سيكون بعد ذلك أصابني الزمأ فشربته كوبا أو شربته كوبا شربت كوب إيه؟ أكيد كوب مياه كوب أي مشروب بس أنا ما شربتش الكوباية نفسها يبقى مجاز مرسل عن الماء علاقته المحلية أعتقد كده المجاز المرسل خات حقه أبناء الطلاب معاكم فهمناه فهما عميقا فيه أمثلة كتير أنتوا بعتولي إن شاء الله على تعليقكم على الحلقة دي على أسئلة بس تكون أسئلة مجازي يعني حاجة ما تجيب ليش حاجات من الخيال العلمي تكون أبيات شعرية حقيقية ليست جمل من تأليف أشخاص هدفهم إن هم تعجيز الطلاب يبقى إذن هنا هتبعت الحاجات وإن شاء الله أنا هجاوب وهجاوب على سؤال ابننا وليد بتاع المجازي إن شاء الله الحلقة القادمة في إيه في أولها لأن حبيت إن أنا أشرح الحاجة عشان أنا عايز الطالب اللي بيتفرق في الحلقة ما تبقاش فقرة بريد الطلاب دي فقرة بالنسبة له عايز يعديها عشان يوصل لمضمون الحلقة لا لازم تكون مفيدة لي الطلاب جميعا مش السؤال يفيد اللي سألوا فقط لا يفيد الجميع طيب مصر تتحدث عن نفسها للشعر حافظ إبراهيم ده النص المكرر علينا طبعا إحنا قلنا النصوص المكررة لن تأتي سيأتي النصوص متحررة طب إحنا بنغضل ما إحنا اتفق قلنا إحنا غيرنا طريقة الشرح خالص وإنتوا بعدتلنا وقلتلنا إحنا مبسوطين جدا من طريقة الشرح الجديدة لإن إحنا بنتفاعل مع حضرتك ونحاول نتوقع الإجابة مستمرين نحن مستمرون على هذه الطريقة طيب حافظ إبراهيم بقى مين هو؟ طبعا إحنا خدنا الأدب بتاع العصر الحديث وقلنا إن حافظ إبراهيم أحد تلاميذ البرودي في مصر ويعتبر هو من رواد مدرسة الإحياء والبعث بعد البرودي هو أحمد شوكي محمد حافظ إبراهيم اسمه الحقيقي شاعر مصري ولد عام 1872 عمل ضابطا في الجيش ثم عمل بدار الكتب ولقبه بشاعر النيل وتوفيه عام 1932 نجيب تعريف بالشاعر لأبنائنا تاني نقوله محمد حافظ إبراهيم شاعر مصري ولد عام 1872 عمل ضابطا في الجيش ثم عمل بدار الكتب إلى آخر التعريف هنا مناثبة النص أنشد حافظ إبراهيم هذه القصيدة في حفل أقيم بالقاهرة لتكريم عدل يكن بعد قطعه المفاوضات مع الإنجليز من أجل الحصول على الاستقلال ويتحدث فيها بقى هنا عن عظمة حضارة مصر التي بهرت العالم وعن مكانة مصر في الوطن العربي بيقول وقف الخلق الله ده احنا سمعناها أستاذ تمام ما هذه أغنية تغنت بها كوكب الشرق وأم كلسوم عايز تسمعها بأسمعها عشان خاطر تعرف تنتقل أبيات صح وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي وبنات الأهرام في سالف الدهري كفوني الكلام عند التحدي أنا تاج العلاء في مفرق الشرق وضراته فرائد عقدي أي شيء في الغرب قد بهر الناس جمالا ولم يكن منه عندي أنا إن قدر الإله مماتي لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي إن مجدي في الأوليات عريق من له مثل أولياتي ومجدي نظر الله لي فأرشد أبنائي فشدوا إلى العلا أي شدي قد وعدت العلا بكل أبي من رجالي فأنجزوا ليوم وعدي وارفعوا دولتي على العلم والأخلاق فالعلم وحده ليس يجدي نحن نكتاز موقفا تعصر الآراء فيه وعثرة الرأي تردي فقفوا فيه وقفة الحزم وارم جانبيه بعزمة المستعد أبيات جميلة إحنا مش نسأل في مضمونها ولكن سنسأل في حاجات شبيهة يعني مثلا إحنا اتفقنا خلاص هنتشتغل مع بعض متحرر هاخد البيت كأن نص جديد مش هقولك أنا أي حاجة أنت اللي هتحل معي وقف الخلق ينظرون جميعا ده البيت الأول كيف أبني قواعد المجد وحدي شرح البيت إيه؟ شرحه بيقول إن مصر بتفخر أمام العالم كله الذي ينظر لها منباهرا وقف الخلق يعني انبهار اندهاش بعزمة حضارة مصر وأمجدها تعال بقى نشوف أسئلتنا أسئلتنا وقف الخلق والبيت أهو اللون البياني في الشطر الأول امسك الشطر الأول وقف الخلق الخلق اللي هم الناس ينظرون جميعا متأملين هنا لم يقولك اللون بياني هو جيب لي كنايتين واحدة عن موصوف واحدة عن صفة وتشبيه واستعارة التشبيه واستعارة بيحتاجوا حاجة شبه حاجة هنا مفيش حاجة شبهت بحاجة يبقى مفيش علاقة مشابهة خلاص يبقى يا كناية عن صفة عن موصوف وقوف الناس ينظرون يدل على الاندهاش والاندهاش صفة موصوف يا شباب أكيد كناية عن صفة هكذا تكون إجابتك في تقصي الاختيارات واستبعاد منها الغير ملائم حتى تصل إلى الإجابة السليمة لكن الشطر التاني كيف أبني قواعد المجد أبني قواعد المجد المجد له قواعد المجد بناء أصلا هنا في علاقة مشابهة يبقى استبعد الكنية يبقى خليني تشبيه ولا استعارة زي ما علمتكم صورت المجد موجود يبقى المشبه موجود صورته بإيه ببناء غير موجود يبقى على طول استعارة يبقى إزن هنا الإجابة إيه استعارة بعد كده نوع المحسن البديعي في البيت ده البيت الأول في النص أنظر وتأمل شطري البيت جميعاً واحدة يبقى ما فيش تصريع خلاص وانا قلت لك ما فيش تصريع يبقى عينك على طول بعد كده على الجناس على الطباق على المقابلة أنا مش شايف كلمات متشابهة في الحروف واختلاف المعنى ولكن شايف كلمة جميعاً وكلمة وحدي هنا بينهما إيه طباق يبقى المحسن البديعي هنا طباق طيب تعريف كلمة المجد بنحاول نتدرب على الحاجات ده كتير قواعد المجد المجد طبعاً حاجة كويسة يبقى أنا لما أعرفها أكيد هيبقى للايه للتعظيم بعد كده وبنات الأهرام ده البيت التاني في سالف الدهري كفوني الكلامة عند التحدي إن مصري بتقول عندما أقف للتفاخر أمام أحد أعرض عليهم الأعمال الخالدة التي صنعها بنات الأهرام اللي هم مين الفراعنة أو المصريون القدماء فيغنيني ذلك عن الحديث أشاور بس فقط أشير بأصبعي إلى حضارتنا القديمة فيعرفون قدري هنا بنات الأهرام خيال نوعه أكيد كناية طب كناية عن إيه ما احنا قلتين يا سيزي النبونات الأهرام دي الصفة للقدماء ليه المصريين إذن هنا أنا أقصد الصفة ولا أقصد الموصوف أقصد الموصوف تبقى كناية عن موصوف بعد كده سالف الدهري يعني قديم الزمن الحاجة الأديمة هتوحي بالتطور ولا هتوحي بالتخلف ولا هتوحي بالعرقة والأصالة ولا هتوحي بالجمود أحيانا عندما يكون هناك الشخص لا يتطور لا يتقدم ويسير على الأشياء القديمة وظهور أشياء متطورة فده نقولها عليه متخلف أو جامد أما عندما أتحدث عن أشياء عظيمة وأصفها أنها موجودة منذ القدم فهذا يوحي بالعرقة والأصالة بعد ذلك أنا تاج العلاء في مفرق الشرق ما زال الحديث لمصر وهنا مبلغات مجبولة لأنها في مجال الفخر هي بتفخر والفخر نوعه من أنواع الشعر المهم أن هذا الفخر يكون فخر حقيقي وليس فخر عجز يعني إيه يعني فعلا أنا عملت حاجات ومصر عملت أو فعلت الكسير أنا تاج خد بالك العلاء في مفرق الشرق وضراته فرائده عقدي مصر بتعتبر نفسها هي التاج الذي يزين رأس الوطن العربية والآلئ الموجودة في هذا التاج هي باقي الدول العربية وفي نفس الوقت الجواهر السمينة أيضا هي أعمال مصر الخالدة طيب هنا اللون البياني في أنا تاج خلاص أنا تاج مصر بتصور نفسها بالتاج هي بقى خلاص وصلت التشبيه استبعت كناس تعرى التشبيه هنا هل هو بليغ ولا تشبيه مجمل هنا عندي مشبه ومشبه به فقط إذا كان هناك ها كان هناك إيه طرفان يبقى ده تشبيه إيه بليغ طيب اللون البياني في مفرق الشرق خد بالك مفرق الشرق المفرق ده اللي هو جزء من الرأس تمام كده والشرق اللي هو الوطن العربي أولا الوطن العربي ليس له هو ليس شخصا لكي يكون له إيه رأس يبقى ديه استعارة صحي كده وفي نفس الوقت أنا جايب هنا لونين كلمة مفرق هنا التاج المفرق جزء من الرأس أنا أقصد على الرأس كلها إذن هنا المفرق مجاز مرسل عن عن الرأس وطبعا بيبقى علاقته الجزئية يبقى استعارة ومجاز إيه برسل أي شيء في الغرب قد بهر الناس جمالا ولم يكن منه عندي مصر بتقول هاتلي حاجة موجودة عند الغرب وبيه الناس بتنبهر بيها مش موجود زيها إيه عندي طبعا هنا شرح البيت هيدا إن كل ما يملكه الغرب من أشياء جميلة مبهرة لدينا أعظم منها وأجمل إيه منها في مصر أي شيء في الغرب قد بهر الناس جمالا ولم يكن منه عندي هنا بتسألنا مصر قل لي إذن هنا نوع الإسلوب في البيت إيه مش خبر أكيد طيب هو إنشاء بس هل في نداء أكيد ما فيش نداء هو إنشاء استفهام يبقى هنا إنشاء إيه استفهام بعد كده تنكير كلمة شيء أي شيء يعني ما حددتش مفتوحة العملية يبقى أكيد على الإيه على العموم يبقى يفيد العموم أنا إن قدر الإله ما ماتي لا ترى الشرق يرفع الرأس بعده البيت ده جميل أوي 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 فعلا يعني هو البيت معناه إيه إذا حكم الله عز وجل بموتي وزوالي تقصد مصر ضعفها يعني لا ترى الشرق يرفع الرأس بعده لن ترى الوطن العربي رافعا إيه رأسه وتتضاءل مكانته ويصبح إيه ضعيفا وده يبقى درس الأبناء مصر لا تضعفوا وطنكم حتى لا تضعف أو لا تضعف الأمة العربية إيه كلها كلمة أنا خلاص أنا دي معروفة فخر واعتزاز طب أنا عندي إيه عندي الفخر يبقى إذا هنا توحي بالإيه بالفخر بعد ذلك خد بالك الاختيارات ممكن تلغبطك رجع لها تاني الاختيارات تاني بيقولك بالتحديد الخصوصية حاجات ممكن تلغبطك فدولة يلغبطك لكن هي طبعا بالفخر هنا بعد كده السؤال بيقول لي أنا إن قدر الإله ما ماتي إن قدر أداة الشرط إن احنا خدناها من السوابت بقى إذا بتفيد التوكيد والتحقيق إن بتفيد الشك إن الشرطية بتفيد الشك إن وأن اللي هي النسخة بتفيد التوكيد يبقى إذا هنا بتفيد الشك اللون البياني في مماتي كلمة مماتي يعني إحنا ممكن نقول استعارة تصرحية إن نصور الضعف بالممات وممكن نقول كناية عن الممات أو كناية عن الضعف ودي هتبقى الثانية والثالثة اللي هي طبعا كناية واستعارة تصرحية الخيال في الشطر الثاني اقرى الشطر الثاني لا ترى الشرق يرفع الرأسة بعدي يعني أنا لو ضعفت مش أتلاقي الوطن العربي رافع رأسه طب الإنسان أو الشخص أو أيا كان الكائن الذي لا يرفع رأسه بعد ضعف من كان يعزه يبقى هو هيشعر بالإيه أكيد هيشعر بالزل يبقى دي كناية عن صفة وهي الزل إن مجدي في الأوليات عريق من له مثل أولياتي ومجدي يعني مصر بتقول لنا كده باللغة البسيطة وأمجادي عريقة وأصيلة وأول أمجادي الدنيا وليس لها مسير خد بالك الأوليات يعني أنا من أوائل الناس اللي عملوا كذا يبقى أنت ليك الصبق يبقى أنت راجل عملت حاجة قبل الناس كلها يبقى لما أجأ أقول هنا الشطر الأول إن مجدي في الأوليات عريق عايز الإسلوم مؤكد بإيه بصوا يا شباب إن مجدي دي إن النسيخة يبقى دي أول أداة بتؤكد صح كده طيب في ترادف إن مجدي يعني مكانتي العظيمة العالية وأمجادي وشرفي ورفعتي في الأوليات العصور الأولى عريق يعني أصيل ما فيش حاجة شبهة بعضها يبقى ما فيش ترادف طيب فيه إسلوب قصر أبص كده إن مجدي في الأوليات عريق إن فين اسم إن مجدي ماله عريق إذن هنا إن مجدي عريق في الأوليات يبقى فيه تقديمه إيه وتأخير يبقى هنا إن وإسلوب القصر يبقى الأولى والإيه والثانية كلمة أولياتي توحي بإيه كتير من الطلبة بيتلغبطه لما يقرأ كلمة البدائية يعني يقولك دي البدائة البداية يبقى أولياتي بمعنى البدائية ولا الريادة ولا الأنانية إن مصر يعني بتقولك أنا اللي عملته غيري لأ ولا الاستهانة طبعا أكيد الشعر لا يقصد هذه المعاني يقصد الصبق والصبق هنا يدي معنى لإيه الريادة أنها كانت رائدة لغيرها في إيه في الأمجاد وفي الحضرات يبقى يوحي بالإيه توحي بالريادة بعد كده نظر الله ليه فأرشد أبنائي فشدوا إلى العلا أي شدي يعني نظر الله ليه يعني ربنا سبحانه وتعالى يرعى مصر يحفظها عناية الله بمصر كانت كبيرة أكرمني الله عز وجل وهدى أبنائي إلى العلا فتقدموا نحو المجد بكل قوة وهتقول لي أننا لما بحق لما بحب وطني دي وطنية بس دي هداية من الله سبحانه وتعالى من الذي هدك إلى حب وطنك من الذي هدك إلى الاعتراف بفضل الوطن هو الله سبحانه وتعالى لذلك فأرشد أبنائي بالفعل الله سبحانه وتعالى هو الذي يرشدنا دوما إلى إلى كل ما فيه الخير والصواب طيب يبقى إذن هنا لما يجي لنوع الخيال في أبنائي أرشد أبنائي هي مصر أم ولها أبناء ده على سبيل المجاز يا أستاذ تمام يبقى صورت مصر كأنها إيه أم طب هنا مصر طبعا موجودة أبنائي من خلال الضمير اللي هو ياء المتكلم طيب وهنا الأم مش موجودة ولكن جبت الصفة من صفتها أو شئ من لوازمها وهي الأبناء يبقى استعارة إيه مكنية هنا هبص هلاقي كلمة أو علاقة جملة فشدوا إلى العلا نظر الله لي فأرشد أبنائي وكان نتيجة ذلك شدوا إلى العلا أي شد إذن هنا دي علاقتها نتيجة لما قبلها بعد ذلك العلاقة بين شد وشد طباق ولا سجع ولا جناس ناقص ولا جناس تام هي شد وشد طبعا ما ينفعش تبقى طباق وما تنفعش تبقى سجع هي جناس طب ناقص ولا تام أكيد طبعا هنا حتى في النطق شدوا وهنا شد هنا طبعا بينهم جناس ايه ناقص يعني على مستوى النطق وده بيسموه على فكرة جناس اشتقاقي عشان بس أبناءنا يبقى عارفين ده بيسموه جناس اشتقاقي طيب هنا بس احنا بنقول عليه جناس ناقص قد وعدتوا العلا بكل أبي من رجالي فانجزوا اليوم وعدي مصر بتقول أنها وعدت الأمجاد بأن أبنائها الأباء الأعزاء سيحققون هذه الأمجاد فبتقول لنا بقى ايه أنجزوا وعدي ما تحرجونيش لا تجعلوني أشعر بالخجل من الأمجاد طبعا ده على مستوى المجاز يا شباب لأن مصر ليست شخصا يغجل ولا الأمجاد شخصا يوعد وهكذا فهنا نوع الإسلوب في أنجزوا أنجزوا يا أستاذ ده إسلوب أمر تمام الله ده أنا عندي أربعة أمر النصح التوبيخ التمني الدعاء ايه ده؟ ركز انت كده فأنجزوا مصر هنا بتنصحنا خلاص ما تقوليش التوبيخ ما بتوبخناش ما تقوليش التمني التمني ده لشيء يعني صعب إنه مستحيل لكن إنجاز الوعد أو عظمة أبناء مصر ده شيء في الإمكان يبه هنا أمر للنصح والإيه؟ ولا حس بعد ذلك عندي اللون البياني في الشطر الأول قد وعدت العلا ما احنا لسه إلين هيا مصر هتوعي هتعد ولا العلا شخص هيوعد يبه هنا تصوير لمصر والعلا بأشخاص أحدهما يعد والآخر يوعد إذن هنا أنا ما عنديش الأشخاص عندي بس المشبه يبه ما فيش مشبه به يبقى استعارة إذن هنا استعارة وهي طبعا استعارة مكنية كلمة آ أنت ممكن تقرأها كلمة أبي فاتلغبطك كلمة أبي وأحيانا طلاب يقرؤها أبي فيقولك الأبي هو الذي يرفض يبقى فيه عسيان واحد تاني أراها أبي فيقولك سلة الرحم واحد تاني عرف أن الأبي واحد أراها برضو أبي فقالك حنان الأب وفي واحد عارف أن الأبي هو من يرفض الزل إذن هو عايش توحي بالإيه؟ توحي بالعزة يبقى الكراءة المتأنية للسؤال هي أساس الحصول على الدرجة الكاملة قد وعدت العلاء من بكل أبي من رجالي هنا بقى تحصل لنا بقى أي دعوات لحقوق المرأة بقى رجالي هم الرجال بس اللي بيحققوا كل الأمجات في كذا نص على فكرة بتيجي بس رجال هنا الكلمة هنا للتغليب الكلمة للايه؟ للتغليب يعني أنا بقول القمران القمران على الشمس والقمر برضو الجامع هنا للإيه؟ للتغليب برضو قال لهم أعز الإسلام بأحد العمرين واحد اسمه عمر والتاني اسمه عمر هنا ده للتغليب يا شباب فهنا كلمة رجالي المقصود بها الرجال الأشداء ولا الرجال المخلصين ولا صغار السن ولا المخلصين رجلاً ونساءً وارفعوا دولتي على العلم والأخلاق فالعلم وحده ليس يجدي تمام حلو أول بيت دوت مش بالعلم فقط علم وأخلاق لأن الأخلاق هي اللي بتوجه العلم فالعلم وحده علاقته إيه بمقابله ده عشان بنتنا اللي كان بتسأل ما بعفش فرق بين النتيجة والتعليم أنا بقول ارفعوا دولتي على العلم والأخلاق لماذا؟ جابت سؤال بلماذا؟ إبادة تعليل فالعلم وحده ليس يجدي إبادة تعليل لما قبله بعد ذلك هنا العلم والأخلاق الله سؤال جميل أول يوحي العطف عطف الأخلاق على العلم إيه؟ يوحي بالترابط بالتكامل بينهما وده بيدل على أهمية الأخلاق في توجيه العلم نحن نكتاز موقفاً تعصر الآراء فيه وعصرة الرأي تردي بيت جميل أول بيتلقى مع وضعنا الحاضر إن بلدنا بتمر بظروف صعبة الأراء كتيرة ممكن تعمل فتنة وتؤدي للهلاك فبالتالي لازم إن إحنا نعمل إيه؟ لازم نقدر قيمة الموقف اللي إحنا فيه هنا المحسن البديعي في الشطر الأول نكتاز يعني نعبر وموقفاً تعثر يعني هنا تتعصر فيه أو تقع يبقى هنا طبعاً فيه ما بينهم علاقة إيه؟ طباق بعد كده نوع الخيال في نكتازه موقفاً الموقف ده شيء معنوي أنت شبهته كأنه طريق بتعبره أو كأنه مشكلة كأنه طريق بتعبره يبقى على طول دي استعارة إيه؟ مكنية بعد كده عندي تنكير كلمة موقفاً آه حاجة صعبة يبقى على طول تفيد التهويل خد بالك من الحاجات دي كلها بعد كده البيت الأخير قبل ما ناخد التعليق إن شاء الله وقتين يكفي فقفوا فيه وقفة الحزم ورموا جانبيه بعزمة المستعد يعني خلاص إحنا لازم نقف وقفة رجالة زي ما بيقولوا وقفة حازمة ونقضي على ما يواجهنا بصبر وعزيمة صادقة البيت طبعاً هنا بقول فقفه خلاص ده أمر يبقى مش خبري يبقى هنا إنشائي طب إنشائي إيه؟ إنشائي أمر اللي هو الاختيار التالت بعد كده عندي وقفة الحزم آه وقفة حازمة هل دي سلبية؟ جدية تطرف ديكتاتورية أكيد طبعاً الإيه؟ الجدية ينتمي النص ده التعليق بقى إلى العصر إيه أكيد يا أستاذ العصر الحديث ما أنت حضرك شرحت الأدب الحلقة الماضية تمام غرض النص إيه؟ المتح زهو أجوف أكيد طبعاً لا ده الفخر بالإيه؟ بالأمجاد بعد كده المدرسة الأدبية اللي بينتمي إليها النص الكلاسيكية لأن زي ما قلنا الحلقة الماضية أن تلاميذي البرودي عملوا مدرسة جديدة اسمها كلاسيكية وكان رائدها أحمد إيه؟ شوقي آخر لحتين معنا سريعاً الأبيات بتدل على أن الشاعر وطني صادق محب لوطنه معتز به شاعر موهوب واسع الثقافة وخصائصه الفنية وحدة الموضوع فصاحة الألفاظ بعدها عن الغرابة روعة التصوير الالتزام بوحدة الوزن والقفية الواحدة عدم تكلف المحسنات البديعية أبناء الأعزاء أشكركم على حسن استماعكم وأشكر زملاء العاملين بمصر التعليمية على جهدهم الوفير وأسأل الله عز وجل أن يحفظ بلدنا مصر من كل سوء ومن كل داء وأن يكون النجاح حليفكم دوماً أيها الأبناء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته